جامعة النهرين تنظم ندوة المية للاحتفال وأحياء السنة الدولية للضوء بمناسبة مرور ألف عام على ولادة ابن الهيثم أول من بدأ بحوثه بالضوء بالإضافة إلى إسهاماته في الرياضيات والبصريات والفلك والطب وبعد مئتي عام على اكتشاف الظاهرة الموجية للضوء لتأتي هذه الندوة للكشف والتعريف بحجم التقدم الذي وصل إليه العلم اليوم في هذا المجال ومدى أهمية زيادة البحوث والدراسات المترتبة عليها كل الجامعات وكل دول العالم تقريباً احتفت بالضوء لأهميتها في حياتنا ولتصلط الضوء على الضوء فنحن بناء على هذا من ضمن نشاطات المركز وباعتبار أننا مركز متخصص بالبصمة الوراثية والضوء يدخل بشكل كبير فوجهنا بالمركز وتوجيه دائماً من سيد الرئيس الجامعة على المواضيع العلمية ونواكب التطور الموجود بدأنا بورشتنا هذه والتي تضمنت بالإلعابة المحاضرات بوسترات وبعض نشاطات الخاصة الضوء هذه الندوة نظمت بمشاركة جهات وجامعات أدى نظراً للأهمية القصوى للضوء في حياة الإنسان ودوره في تطوير البشرية والعلم ليخرج في عدة محاور علمية قدمت من قبل المختصين وهدفات إلى كشف التوظيفات المتعددة في الكون والحياة للضوء في مجال علم الضوئيات ذهبنا إلى استخداماتها المتعددة شرحنا استخداماتها المتعددة في مجالات مختلفة في مجالات الحاسبات في مجال الاتصالات من الألياف البصرية في مجال الكشف الجنائي والأدلة الجنائية وما إلى ذلك من التطبيقات المهمة للضوء بالنسبة للبشر والحياة البشرية ما وصل إليه العلم في الوقت الحالي من تقدم كبير وبحسب المختصين جاء بفضل الاكتشافات الألمية والتكنة الوجيقة والبحوث المتعددة من قبل الباحثين قبل حصورة والجهود التي تمارسها العملية البحثية اليوم من أجل تطوير تلك البحوث وابتكار دراسات ونظريات أخرى أمير غازي قناة الجامعية جامعة النهرين